عدم احترام كما نقوله الخصوصيات هذك الفرد فالتدخل في خصوصيات الفرد تنجم عنها أثر سلبي في حياة الفرد مثلا أي حاجة تديرها تدير لها حساب هذا ممكن راه يدخل يقول لي علاش كيفاش درت واشركت السنة مثلا للزواج واشركت السنة للأطفال واشركت السنة للعمل قداش تدخل صغيرة فالأشياء هذه بين قنصين راه يتخلي في نفس الفرد صح أشياء أثر سلبي كبير جدا فتجاوز الحدود أو عدم احترام خصوصية الفرد يمكن أن يخلق شعورا بعدم الأمان والاستغلال ممكن أيضا يستغل هذا الطرف أنه أنا نحب فقط ندخل في خصوصياته لمعرفة حياته الشخصية كيفاش ونره واصل أو غيرها فباش نغطي أنا النقص اللي فيها من خلال أنه شعور ما نحترمش حدودا لهذاك الإنسان ونتجاوزها ونتدخل في خصوصياته